بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتابع في مقرر الرياضة المالية في الوحدة العاشرة جملة الدفعات بفائدة مركبة اتكلمنا عن مفهوم الدفعة وتكلمنا عن الدفعات العادية كيف نحسب جملة الدفعة العادية واخذنا مثال طبعا لدينا في هذا الموضوع كيف نحسب جملة الدفعة الفورية نذكر بأن الدفعة الفورية هي عبارة عن المبالغ المتساوية المنتظمة والتي تستحق في بداية الفترات المنتظمة بالتمثيل 0,1,2,3 إلى N PMT مع بداية الدورة الأولى PMT مع بداية دورة الثانية PMT مع بداية الثالثة PMT الأخيرة هاي من سميها دفعة فورية الآن كيف تحسب هذه الدفعة الفورية تحسب بالقانون Future Value A New T Due القيمة المستقبلية لدفعة فورية PMT مثل ما مر معنا هو مبلغ الدفعة الدوري R هو معدل الفائد الدوري N هو الزمن بالدورات لاحظ أنه FV AD تساوي PMT في 1 زائد R للقوة N ناقص 1 على R مضروبة في 1 زائد R هذا المقدار ليس جديداً علينا هذا المقدار طبعاً مضروباً في PMT عبارة عن إيش؟ عبارة عن جملة دفعة عادية بمعنى آخر جملة دفعة فورية Future Value Annuity Due هي عبارة عن جملة دفعة فورية مضروبة في 1 زائد R مضروبة في 1 زائد R بشرط لنفس المبلغ وبنفس المعدل ولنفس الزمن إذن هذه العلاقة بين جملة الدفعة العادية وجملة الدفعة الفورية بفائدة مركبة مثال 24 يستثمر شخص مبلغ 5000 ريال في بداية كل 6 أشهر ولمدة 4 سنوات بمعدل فائدة مركبة 10% سنوياً تركب كل 6 أشهر PMT إذن لاحظ المبلغ ليس وحيداً وإنما هو 5000 في بداية كل 6 أشهر إذن هذه 5000 في بداية كل 6 أشهر يعني نصف سنوية هاي الدفعة تمام ولمدة 4 سنوات N تساوي 4 سنوات لكن المشكلة أنه إحنا لازم نحول السنوات إلى أنصاف سنوات يعني الدورة الواحدة منها 6 أشهر أشهر فهلأ منشوف كيف بمعدل فائدة مركبة 10% لكن التركيب لكل 6 أشهر إذن أيضاً المعدل يجب تحويله المطلوب احسب جملة استثمار هذا الشخص اللي هي لـ لا هذا المطلوب طيب نشوف عدد الدورات في السنة السنة فيها 12 شهر الدورة مدتها 6 شهور إذن عندي 2 دورة في السنة عدد الدورات الكل 2 دورة في السنة ضرب 4 سنوات إذن المجموع الكلي في المدة الكلية 8 دورات معدل الفائد الدوري 10% سنوياً لكن في السنة في دورتين إذن هو 5% دورياً نطبق هذا الكلام في صيغة future value عن يوتي ديو PMT 5000 R 5% N 8 دورات لاحظ أن المقدار 1 زائد 5% للقوة 8 ناقص 1 اقسم على 5% ويساوي 9.5 هو قيمة جدولية في جدول جملة دفعة عادية هذا الجدول لو رحنا تحت 5% مقابل 8 دورات رح نلاقي المقدار 9.5 4 9 1 وهو عبارة عن المقدار 1.5% مرفوع للقوة 8 ناقص 1 على 5% إذن هذا بسهل علينا وجود هذا الجدول كل ما في الموضوع أنه إحنا مناخد PMT نضربها في القيمة الجدولية من جدول جملة دفعة عادية لكن إحنا مطلوب مننا إيش؟ جملة دفعة فورية فلازم نضرب في المقدار 1 زائد R اللي هو 1 زائد 5% الناتج النهائي هو 50132 هذه هي جملة الدفعة الفورية اللي مبلغها 5000 ريال تدفع في بداية كل 6 أشهر ولمدة 4 سنوات ترجمة نانسي قنقر